بسم الله الرحمن الرحيم مع المحاضرة التلاتاشر في شرح كورس سيكيورت بلس اس وي زيرو ستومية واحدة النهاردة ان شاء الله بنتنقل لموضوع جديد بعنوان الكريبتو جرافي على مدار المحاضرتين ان شاء الله هنشرح فيهم الجزء النظري الخاص بالمواضيع بتاعت الكريبتو جرافي ايه هي انواعه وايه هي التطبيقات اللي عليهم بعد ما هنخلص المحاضرتين اللي هو ليسون فايف و ليسون سيكس هيكون عندنا تو لابس تحديدا على ليسون سيكس الليسون بتاع النهاردة ليسون فايف يا دوب بس هنتكلم فيه يعني ايه كريبتو جرافي بشكل عام و هنتكلم عن الانواع بتاعته و هنفرد الفرقات ما بينهم موضوع الكريبتو جرافي من الموضوع المهمة جدا اللي بتميزك انت كسيكيوريتي انجينير او راجل فاهم سيكيوريتي عن اي شخص اخر انا رو بعملك مقابلة شخصية عشان العمل او الوظيفة فانا هتلاقيني اغلب الاسئلة بتاعتي هتكون في جزء الكريبتو جرافي زي ما اتكلمنا قبل كده ان حيكون فيه عندي اسئلة كتير خاصة بالميل وير والسوشال انجينير يعني دي برضو من الطوبيكس اللي لازم تفهمها كويس عشان الاختبار الدولي وفي نفس الوقت عشان المقابلة شخصية طيب في الاول كده دايما بتسمع كلمة كريبتو جرافي وكمان بتسمع معاها كلمات اخرى زي انكريبشن هاشنج ديجيتال سرتيفكت ديجيتال سيجنيتشر الفروقات ما بينهم ومين هو الرئيسي ومين هو الفروق اللي تحت عندنا التخصص بتاع اخفاء البيانات او بنسميه علم اخفاء البيانات هو ده اللي بنطلق عليه اسم كريبتو جرافي والكريبتو جرافي ده مش حاجة جديدة دي حاجة موجودة من الاف السنوات كان بيتم استخدامها قديما ايام الحروب وايام المماليك وايام لسه الغزوات بتاعة الملوك للدول اللي جنبهم كلهم لما كانوا يجوا تبادلوا الرسائل مع بعض عايز نقلك رسالة من عندي لحد الديستينيشن في نفس الوقت عايز اخلي الرسالة دي تكون سيكيور مش اي حد يعرف في يقرأها فانا كمصدر او السورس كنت بعمل الرسالة دي بحاجة اسمها انكودينج انكودينج يعني بخفي الشكل العام بتاع بدل ما اكتبها لك بالصيغة العربية او بالكلام العربي ما ممكن اي حد يقرأ عربي لو طبعا بيفهم عربي او اكتبها لك باللغة الانجليزية فبرضو ممكن اي حد يقرأها لو هو بيعرف يقرأ انجليزي فانا كنت بعمل لها زي تشفير او اخفاء ليها بحيث ان انا اعمل لها ترميز بصيغة محدش عارفه غير فقط الديستينيشن فالانكودينج هي اسمها ترميز يعني جاية من كلمة ان انت بتحول الكلام لرموز فقط انت كمصدر والديستينيشن اللي في الطرف التاني انتو فقط اللي فاهمين ايه هي الرموز دي انما في النص اثناء الارسال الداتا وهي بتترسل ما بيني وما بينك انت كديستينيشن اللي في النص المفروض ما يعرفش يقرأ ايه المحتوى بتاعه كمان شوية حنوضح اكتر الكلام ده وحتتلاقيه اكتر منطقي لكن بشكل عام لما حد قالك يعنيك ريبتوكرافي قوله ده علم اخفاء البيانات ان انا عندي البيانات بتاعتي بدل ما هي تكون بالصيغة الكلير بتاعتها اي حد يعرف يقرأها لا انا حاخفي البيانات بتاعتي عن طريق ان انا بعمل لها انكودينج بعمل لها انكودينج ازاي ده اللي هنتكلم فيه دلوقتي وفيه كذا طريقة للانكودينج يبقى بشكل عام نقدر نقول عليها كده ان هو تعتبر سيكريت رايتينج الكتابة بشكل سري اوكي هنا بيعرفني باستخدام الكريبتوكرافي بيقولك ما يهمنيش ان كان فيه ثيرد بارتس اي كان فيه طرف ثالث يعرف ان كان السيكريت عارف او لا عشان كده بيقولك انت كده كده كمصدر لما تيجي ترسل للديستنيشن هنا مثلا بي سي وان هنا بي سي تو كده كده بي سي وان لما يجي يرسل لبي سي تو هما في الاول قبل الارسال هيعملوا اتفاق على الترميز وعلى كمان حاجة اسمان مفاتيح طيب يفرض فيه طرف ثالث هنا في النص عارف المفتاح بتاعنا بتاع اخر جلسة لا ولا ليه اي كمه بالنسبة له عشان احنا كل مرة بنتصل بنتفق على كلام جديد على نوع انكودينج جديد فلو انت كنت عارف اخر انكودينج ما بيننا اخر ترميز ما بيننا ما تعتمدش ان هو هيكون هو هو اللي احنا هنستخدمه دلوقت لا ممكن انه معاك ده ما عادش ليه كيمة يعني هنا بالنسبة للطرفين واحد واثنين كل مرة هيكلموا بعض حيتفقوا اتفاق جديد او بنا نسميها كده النيجوشييشن او التفاوض انا كبيسي واحد هرسل لك يا بيسي تو بقولك والله ايه رأيك نتكلم مع بعض بالترميز ده بالصيغة دي بيسي تو لو وافق خلص بتبطلوا ترسلوا الداتا وبتطبقوا عليها الترميز اللي انت اتفاقته عليك فيبقى بشكل عام الكريبتو جرافي هو علم اخفاء البيانات طيب عشان نتكلم كمان شوية بقى في انواع الانكودينج او ازاي احنا بنخفي البيانات دي خليني كده اعملك زي جدول بسيط هنا او زي رسمة كده لو احنا جينا هنا كتبنا كده الكريبتو جرافي اللي هو علم اخفاء البيانات لما نيجي نطبق الكريبتو جرافي لما نيجي نعمله بالحيال في الحياة العملية بتاعتنا ففي عندنا التلات اشكال لتطبيق الكريبتو جرافي او لعمل الانكودينج او لعمل اخفاء البيانات الشكل الاول اسمه انكريبشن الشكل التاني اسمه هاشنج الشكل التالت اسمه ديجيتال سرتيفكت او قاعد بنسميها بي كي اي public key infrastructure يبقى الكريبتو جرافي ده بشكل عام هو ده العلم نفسه كأنك كده واحد يقولك تعالا معلمك العلم ده طب العلم ده انت عايز تطبقه بقى في الحياة العملية تطبقه في الواقع فهنا الكريبتو جرافي هو العلم اخفاء البيانات انما انت عندك هنا الانكريبشن او الهاشنج او البي كي اي دول تلت طرق مختلفة لتطبيق علم الكريبتو جرافي في الحياة العملية احنا في المحاضرة بتاعتنا او في الليسون بتاعنا النهاردة احنا هنتكلم عن الهاشنج في الاول وبعد كده هنتكلم عن الانكريبشن المحاضرة القادمة او الليسون اللي جاي هنتكلم عن البي كي اي ليه مش هنتكلم عن البي كي اي في المحاضرة بتاعتنا النهاردة عشان هو يعتبر ليه كاتيجوري لوحده كده وهو شوية تقيل في الفهم ان انت تفهمه مع الاثنين دول من اول مرة فمحطوط هنا كده لوحده في category وده اللي حنشوفه في الليسون الجاي ان شاء الله انما احنا في الليسون بتاعنا بتاع النهاردة حنتكلم في الهاشنج وحنتكلم في الانكريبشن اللي اتنين تطبيق للكريبتو جرافي انا بعيد فيها كذا مرة عشان دي يمكن اكتر حاجة بشوف فيها لابس عند الطلاب او الناس الفريش جراديوت دايما يكون متلغبط فاكر الانكريبشن هو الهاشنج وفاكر الانكريبشن هو الكريبتو جرافي للمرة الاخيرة الكريبتو جرافي هو علم اخفاء البيانات ان انا عايز البيانات بتاعتي محدش يعرف يقرأها غير الديستينيشن انا وانا برس البيانات بتاعتي في الطريق مش عايز حد يقدر يشوفها طب انا ازاي اطبق علم اخفاء البيانات في عندي كذا تكنيك او كذا طريق طريقة اسمها الهاشنج او طريقة اسمها الانكريبشن او طريقة اسمها البي كي اي التلات طرق دول بيوفرولي ان انا بعرف اخفي البيانات بتاعتي اثناء الارسال جميل اول قبل ما نبتلي دلوقتي في الهاشنج الاجوريزم او نعرف يعني ايه هاشنج انا هنا اثناء السلايد دي هتلاقييني بكلمك عن شوية مصطلحات بقية البرزنتيشن بتاعتنا النهاردة والليسون اللي جاي هتتلاقي فيه مصطلحات دايما مش هتسمعها غير في المواضيع بتاعت الكريبتوجراف بمعنى اول ما هتلاقييني بقول بلين تيكست بلين تيكست اللي هي بتساوي كلير تيكست ده معناها رسالة غير مشفرة يعني رسالة عادية او رسالة مقروعة زي مثلا هرسللك كلمة هلو هلو ديت لما توصلك بنفس الصيغة بتاعتها كده هلو ده كده معناها دي كلير تيكست طيب فيه عكس البلين تيكست عندي الصيفر تيكست الصيفر تيكست الصيفر تيكست هو الانكريبتيد ميسج يعني ميسج كانت كلير زي هلو اهي وانا استخدمت معها كده حاجة اسمها صيفر فطلعتلي مثلا كلمة اخرى زي مثلا اكس واحد اتنين او ده ايه ده كده اسمه الصيفر تيكست بتاع كلمة هلو يبقى هنا كلمة هلو دي الكلير تيكست المستخرج منها بعد ما استخدمت تكنيك اسمه الصيفر اللي قدام دي اللي هي اكس وان تو زيرو دي معناها الصيفر تيكست فيبقى البلين نص مكروق الصيفر تيكست معناها نص مموه او نص غير مكروق طب انا عشان احول من البلين للصيفر استخدمت بروسس اسمها صيفر اوقات بنسمي الصيفر ده الجوريزم فهنا الصيفر ده او اوقات بنسميه الالجوريزم الطريقة الحسابية هي دي العملية اللي بتحول لي من كلير تيكست لصيفر تيكست وده اللي هنتكلم فيها دلوقت بالتفصيل اللي هقول لك فيه بعض الالجوريزمات بتاعة الهاشنج وفيه بعض الالجوريزمات بتاعة الانكريبشن الامور بدأت توضح اكتر فيبقى انا عندي هنا كلير تيكست احنا اصلا بنعمل تطبيقات الكريبتو جرافي عشان مش عايز ارسل الرسالة بتاعت بشكل كلير انا عايز الرسالة لو هي بتترسل اسناء الارسال يتم ارسالها على هيئة صيفر تيكست طب انت ليه ارسلتها على هيئة صيفر تيكست عشان لو فيه حد في النص ما بين الطرفين ما يقدرش يشوف الرسالة انت فيه عندك هنا جهازين اهو ادي جهاز وان ودي جهاز تو والاتنين ما بينهم شبكة الانترنت لو جهاز وان ارسل كلمة هلو لجهاز تو ما كلمة هلو هي ماشي رايحل تو عدت على شبكة الانترنت وشبكة الانترنت فيها مليارات من الاجهزة وفيها ناس كتير ممكن يشوفوا الرسالة بتاعتك اللي انت ارسلتها ممكن يغيروا في محتواها ممكن يعملوا لها ديليت فانا ك سورس عشان اتاكد ان الرسالة بتاعتي هتوصل للدستينيشن بشكل امن انا مش هرسل كلمة هلو بالصيغة الكلير بتاعت لا انا في الاول كده هكون جبت كلمة هلو هحولتها لصيفر تيكست هاخد الصيفر ده هو اللي هرسله هنا يعني انا هنا كجهاز وان لما اجي ارسل لتو هرسله اكس وان تو زيرو اكس وان تو زيرو دي اللي هتعدي من خلال شبكة الانترنت لو في حد في الانترنت تحب يشوف الرسالة بتاعتك وعرف يقرأها فهو مش فاهم يعني ايه اكس وان تو زيرو مش فاهم اصلا دي بتاعت ايه فكده كده الرسالة بتاعت اكس وان تو زيرو هتوصل للدستينيشن بامان الدستينيشن بقى اللي عليه ان هو بعد ما يوصل له الصيفر تيكست بيعمله ايه بيعمله تحويل ويطلع منه الكلير تيكست اللي هي كلمة هلو يعني بمعنى اخر انا اصلا بستخدم الكريبتو جرافيك تيكنيكس فقط عشان وانا برسل الداة بتاعتي سرو ميديا او عن طريق وسيط او عن طريق الانترنت يعني او عن طريق الشبكة المحلية فانا الرسالة بتاعته هي بتترسل خايف حد يشوفها فانا شفرتها عشان لو حد يجي شوفها مش حايفهم دي بتاعت ايه ده ببساطة جديدة هو الكريبتو جرافيك دايما انت لما تيجي تقرأ الكريبتو جرافيك هتتلاقي فيه كلام كتير وتتلاقي السلوك عندك بتدخل في بعضها انا هنا ببسط لك الامور انا مش عايز اشفر الداة بتاعتي يعني عادي بالنسبة لي اي حد يشوف الداة خلاص مش هتستخدم اي تكنيك من تكنيك الكريبتو جرافي ارسل كلير واللي حيستلمها منك في الديستينيشن حيستلمها برضو كلير تكست داتة بتاعتي مهمة وخايف عليها فبقولك انا والله خايف حد يشوفها حد يغير فيها حد يعرف انا بعمل ايه اقولك طب ما تستخدم عليها الاجوريزم من الاجوريزمات التكنيك بتاعت الهشب بتاعت الكريبتو جرافيك فيبقى هنا وصلنا عند الصيفر الصيفر هو البروسيس او الالجوريزم اللي بنستخدمه عشان نعمل بها ايه انكريبت ל�لماسدش وكمان ديكريبت للماسدش اتفقنا هنا ان الطرف الصورس لما هيجي يرسل هيستخدم الصيفر عشان يعمل ايه انكريبت الديستينيشن لما ييجي يستلم هيستخدم الصيفر عشان يعمل ايه يعمل ديكريبت فانكريبت معناها تشفير دي كريبت معناها فك التشفيق ممتاز في عندنا كمان مصطلح من ضمن الترمينولوجيس اللي بنتكلم فيها اسمه كريبتواناليسيز او كريبتواناليسيز ايه كريبتواناليسيز كريبتواناليسيز ده عكس الكريبتوجرافيك الكريبتواناليسيز هو فن كسر الكريبتوجرافيك او الكريبتوجرافيك سيستم يعني تقدر تقول انا هنا قلت الكريبتو جرافيك نفسه او الكريبتو جرافي اهو الكريبتو جرافي هنا ده علم اخفاء البيانات الكريبت اناليسيز هو علم كسر التشفير ايه ده هو كمان فيه علم الفك التشفير وهو زي ما فيه ناس بتعمل سكيور وبتشفر فيه ناس تانية مهمتها ان هي تخرب او تقولك انت عامل انهي سيفر مستخدم انهي الجوريزم في الهاشنج انا هروح اشوف ايه هي الهاشنج الجوريزم دي عشان افك التشفير طيب احنا بالنسبة لنا كناس سيكيوريتي اناليست او سيكيوريتي انجينير هتلاقينا احنا كل دراستنا في الشابتر ده او في الكورس ده تحديدا بنتكلم عن الكريبتو جرافيك الجوريزم احنا يهمنا نعمل سيكيور انما بقى الناس اللي هما شغلين ازا بنتريشن تستر او شغلين ازا اسيكل هاكر او حتى بلاك هات هاكر اللي هي التصنيفة بتاعت الهاكر الناس دي بتبقى مهمتها ان هي تتأكد من قوة التشفير فالناس البينتريشن تستر او الاسيكل هاكر بيعملوا ايه بيعملوا هما الكريبتو اناليست يعني انت كسيكيوريتي انجينير بتطبق الكريبتو جرافيك لكن في عندك في المقابل الناس التانيين بيحاولوا يفكوا التشفير بتاعك عن طريق ان هما بيعملوا حاجة اسمها كراكينج كراكينج يجربوا اكتر من الاجوريزم يستخدموا تكنيكس تخليهم يفكوا التشفير ده فيبقى الكريبتو جرافي علم التشفير الكريبتو اناليست علم فك التشفير ده ليه اشخاص وده ليه اشخاص احنا كسيكيوريتي انجينير احنا يهمنا نعمل سيكيور فاحنا كل دراستنا في الكورس ده تحديدا السيكيوريتي بلاس هندرس ازاي نعمل كريبتو جرافيه كويس يبقى دي المصطلحات اللي احنا طول ما احنا ماشيين في الليسوننا والليسون القادم حتلاقينا بنسمعها كتير بلين تيكست او كلير تيكست معاناها نص مكروء نص غير مشفر سيفر تيكست معاناها نص مموه او مشفر سيفر هو ده الالجوريزم او الطريقة اللي احنا حولنا ما بين البلين للسيفر تيكست الكريبتو اناليسيز هو علم فك التشفير الحاجات دي ليه انا كتبها لك كده كل واحدة لوحدها عشان لو انت بتحضر للاختبار الدولي للشهادة هتجيلك كتعريفات يجيلك السؤال منديلك التعريف او الديفنيشن وبيقول لك الديفنيشن ده معنى ايه سيفر ولا بلين تيكست ولا كريبتو اناليسيز وهكذا طيب كمان طول ما احنا ماشيين دلوقتي في الليسون ده والليسون الجاي هتلاقييني كده بستخدم صور توضحية الصور التوضحية دي بيكون فيها اشخاص هنا مثلا عندي شخص اسمها الاس في عندي هنا بوب في عندي هنا مالوري هتتلاقي الامثلة كلها اللي بشرحها وفيها صور زي دي هتلاقييني انا برمز لاليس ان هي السندر بتاع المسج يعني انت عندك المسج لما تجي تترسل المسلا ما بين الاجهزة انا عندي هنا مثلا بيسي وان و بيسي تو فبيسي وان هنا هو ده السندر او بنسميه السورس بيسي تو بنسميه هو الريسيفر المستلم او الديستينيشن يعني فهنا في كل الصور التوضحية اللي موجودة هنا هتلاقي الاس هي السندر بوب هو الريسيبيانت بتاع المسج هو المستلم وفيه الشخص اللي اسمه مالوري هو ده الطرف التالت اللي بيحاول يشوف الرسالة بتاعتنا هنا مثلا زي بيسي سري بيسي سري هنا يهمه ان هو يشوف المسج اللي رايحة من واحد الاثنين فاحنا هنا الصور اللي حنرمز لها هنا في السلايد دي عندنا الاس هو المرسل بوب المستلم هنا مالوري حنرمز لها ان هي ميليشيس اتكر بتحاول ان هي تبص على المسج اللي بتتبعت ما بين الاس وبوب اوكي يلا نبتدي باول طريقة او اول الالجوريزم عندنا اول تكنيك يعني ان احنا ازاي نعرف نعمل انكريبت انا لسه من شوية ايلك ان لو عندي تو بيسيز عايزين يرسول بعض بيانات فاحنا قلنا الجهاز اللي اسمه بيسي وان كان عنده كلير داتا او كلير تيكست عايز قبل ما يبعت الكلير تيكست ده لتو عايز يستخدم كريبتو جرافي على الكلير تيكست يعني عايز يخلي الكلير تيكست ده يتحول يبقى صيفر تيكست وبعد كده حيرسل الصيفر والجهاز اللي اسمه بيسي تو هيكون عنده طريقة تخليه يخلي الصيفر تيكست يتحول يبقى كلير تيكست احنا دلوقتي هنا في النص ازاي اخلي الكلير تيكست يتحول لصيفر تيكست فعندنا هنا اول تكنيك من التكنيك بتاعت الكريبتو جرافي تكنيك بنسميه الهاشنج وخلي بالك الهاشنج غير الانكريبشن الهاشنج والانكريبشن جزء من الكريبتو جرافي انما الهاشنج حاجة والانكريبشن حاجة تاني الهاشنج حاجة والانكريبشن حاجة تاني اوكي طب ايه هو الهاشنج بالراحة كده نفهمه مع بعض الهاشنج بيقول لي هو ده أبسط طريقة أو أبسط نوع من أنواع الكريبتو جرافي طيب الكريبتو جرافيك هاشينج اللي هي طريقة الهاشينج بتعمل إيه بتنتج فكسد لينس سترينج فروم بلين تيكست انبوت يعني الحقيقة دي كده في الأول بنركز فيها وبعد كده الموضوع هيبقى منطقة أكتر الهاشينج بيقول أنا لو عندي كلمة زي كلمة هلو كلمة هلو ديت استخدمت معها هاش ألغوريزم طريقة هاش هنا مثلا هاش ألغوريزم حيكتج لك هنا احنا عارفين ان هلو ده عبارة عن بلين حيطلع لك هنا الناتج إيه ولسا قوليكم مثلا اكس اتنين اربعة ستة زيرو علامة تعجب عندي هنا على اليسار هلو ده هو الكلير عندي هنا على اليمين ده بنسميه السيفر تيكست يبقى ده هنا الكلير تيكست وده السيفر تيكست طيب عندك هنا حقيقة بتقولك ان انت دايما لما تستخدم الهاش ألغوريزم كده كده بتطلع لك فكسد لينس سترينج يعني يعني ايا كان حجم الانبوت اللي انت دخلته اللي هو بالنسبة ان هنا كلمة هلو طلعت لي مثلا هاش ألغوريزم او سيفر تيكست مكون من ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة طلعت لي ست حروف يعني دخلت هنا خمس حروف كلير تيكست طلعت لي ست حروف طب افرد انا بدل كلمة هلو دخلت كده احمد مسلا سلطان دول عبارة عن عشر حروف برضو هتلاقي بيطلع لك هاش اخر بس الهاش الاخر ده هيكون طلع لك بنفس الطول اللي هو هيجيب لي هنا مسلا اكس واحد تلاتة خمسة علامة تعجب مسلا ايه ده هو هنا طلع لي نفس الهاش او اسف نفس طول الهاش نفس الطول طب افرد دخلت هنا كلير تيكست عبارة عن عشرين حرف هيطلع لك هاش جديد للعشرين حرف بس الهاش ده هيكون نفس الطول اللي هو مسلا هنا خمس حروف فهنا دي اول حاجة محتاجة اعرفها ان الهاش بيبروديوس او بينتج فيكس لنس طول سابت طيب ايه الاختلاف بقى الاختلاف ان انت عندك هنا في الهاش فيه عندك اكتر من الالجوريزمة ممكن تعمل بها الهاش عندك حاجة مثلا زي الام دي فايف الام دي فايف معروف ان هو بينتج طول 128 بيت يعني طلع لك انا 128 بيت عندك مثلا حاجة زي اللي تشاوا عندك حاجة زي اللي تشاوا كل واحد من دول بينتج فيكس لنس طيب قبل ما عدي الجزئية ديت خليني كده اقنعك بيها اكتر لو احنا مسلا روحنا هنا لاي ويب سايت من الويب سايت اللي بتقدم لك سيرفز ان هي تعمل لك هاش خليني كده اجيب مسلا ويب سايت زي اونلاين ام دي فايف ده موقع معروف عن طريق بتعرف تعمل جينيريت لهاش طيب تحت هنا خالص بيقول لي هنا جينيريت زهاش اوف سترينج يو انبوت انا هنا هدخله كلمة احمد هتتلاقي احمد هنا لو انا استخدمت الالجوريزم اللي من نوع ام دي فايف انتجت لي الطول ده خليني كده اجيب هنا ملف تيكست هدلوقتي بقارن بين الاطوال عشان كمان شوية دي هتفرق معك لما نتكلم في الانكريبشن هتلاقي الانكريبشن مش كده اوكي هنا احمد انتجت لي الطول ده طب خليني كده اكلم او اجيب بس اكلمة محمد اهو محمد انتجت لي هاش مختلف اوكي خليني كده برضو اعمل نفس السهم بالزبط ده الهاش بتاع محمد يعني ايه ده احمد خمس حروف طلعت لي الطول ده محمد الحروف بتاعتها ازيد حوالي تمن حروف وطلعت لي نفس طول الهاش هو هاش مختلف لكن نفس الطول طبعا لو انت بقى هتعمل في الكريبتا انا يا سيز هتبتري بقى تبص كده بفنيات تقول ايه ده ده هما الاتنين بينتهوا بنفس الاند بس البداية مختلفة دي بقى لما تيجي تدرس الكريبتا انالسيس هقولك فيه حاجات معينة كده تبص عليها عشان تساعدك انت تفك التشفير ده او اصلا اصلا تقرر ايه نوع الالجوريزم اللي معمول به طيب يبقى ده هنا لو انا استخدمت md5 هاش الالجوريزم الهاشنج ده التكنيك اللي بيخفي البيانات احنا ده وقت بنتكلم اول حاجة لسه عن انواع اهو لو انا باستخدم نوع اسمه md5 زي اللي عندك هنا ده المفروض بينتج الطول ده ده معروف كده الطول ده طيب لو انا حبيت خليني كده تحت استخدم النوع التاني اللي هو اسمه شا وان انا عندي هنا برضو هستخدم كلمة احمد وكلمة محمد لو انا هنا هارجع تاني هنا لاحمد اهو بس هستخدم المرات ده بدل احمد فا هستخدم تشا وان هتلاقى بقى اطول اهو ده هنا بالنسبة المفتاح الشا وان مع احمد بينتج ده طيب لو جيت برضو باستخدام الشا وان هنتج الهاش بتاع محمد فساعتها هيتلع لك ده برضو لو هتلاحظوا اول حاج ان الالجوريزم اللي اسمها تشا 1 الطول بتاعها اطول من الالجوريزم اللي اسمها md5 وطبعا مختلفة عنهم لكن اللي هتلاحظوا لو انت عندك 2 هاش نفس الطول فتعرف ان الاتنين دول تم استخدام نفس الالجوريزم عشان يحصل لهم بريتيوس طيب في الآخر خلينا برضو ناخد كوبي من ده ونروح نستخدم الالجوريزم الاخيرة بتاعت الهاش اللي اسمها شا 2 برضو كده نمسح احمد ونمسح محمد لو انا رحت الوقت هنا احمد بس المرة ده هستخدم شا 2 اللي احنا بنسميها اوقات شام 256 لو اخدت هنا كوبي طبعا هتلاقى الهاش كده بتاع احمد خلينا هنا كده محمد ده الهاش بتاع محمد باللي شا 2 يبقى التلاتة اللي قدامك دول كلهم اسمهم هاش الاجوريزم هاش الاجوريزم هاش الاجوريزم لكن الفرق ما بين كل هاش الاجوريزم والتاني طول الاوت بوت اللي بطلع لك عندك هنا الام دي فايف طلع لك طول اللي تشا 1 طلع اطول اللي تشا 2 طلع اطول واطول طب هنا سؤال هي بتفرق معايا ايه انا كمستخدم فرق الطول ده طبعا هتفرق معاك في الصعوبة بتاعت كسر الهاش في قعدة بتقولك كل مكان الهاش بتاعك او كل مكان الصيفر تيكست طوله طويل كل مكان الكريبت اناليسس بتاعه اصعب زي بالزبط انت في واحد رايح عامل باسورد مثلا انت عامل باسورد ليك واحد اتنين تلاتة اربعة في واحد تاني عامل باسورد واحد تلاتة اربعة خمس ست سبعة اتنية تسعة وقرر هل الصعوبة او القوة بتاعت الاول زي التاني لا طبعا التاني ده اقوى صعب التخمين ليه عشان فيه كلمات كتير او حروف كتير انما الباسورد الاولين ده سهل اي حد يخمنه ليه عشان اصير ما هواش طويل نفس القصة بالزبط هنا في القصة بتاعت السيفر وبتاعت الانكريبشن والكريبتوغرافي والهاشنج كل ما كان عندك الاوتبوت اللي طلعلك من الوريجنال تيكست طويل كل ما كان الامور هتبقى اصعب بالنسبة للشخص اللي حييجي يحاول يفكه يعني مثلا فيه من ضمن عمليات الاختراك فيه حاجة اسمها البوست اكسبلويتشن لو الاتاكر عرف يدخل على الجهاز بتاعك فبيبتلي يروح للجهاز بتاعك يعرف ايه هي الباسورد بتاعت الدخول للجهاز كل الباسوردات اللي بتكون متخزنة جوا الانظمة بتاعت التشغيل بتكون متخزنة على هيئة هاش زي دك يعني لو واحد دخل على الماشين بتاعتك عن هاش فهو بقى الاتاكر بياخد الهاش ده ويبتدي يحاول يعمله يحاول يكسره يحاول يجيب منه فمسلا لو الاتاكر دخل على جهازك تلاقي الهاش عندك قصير وازغنطوت زي ده كده هتتلاقيه بيرقص ومبسوط جدا يقولك سهل هو ده هياخد مني شوية وقت بس وقت قليل عشان اعرف وانت كنت عامل اللي تشاطو فشايف الطول قد هيبقى اطول واصعب ان هو عشان يحاول الهاش هو هينجح في النهاية لكن هياخد وقت اطول بكتير جدا من الام دي فايل الكلام بيبقى منطقي اكتر كل شوية فنرجعتني هنا كده الحقائق بتاعت الهاش ان الهاش بينتج فكسد لينس سترينج يعني ايا كان اللينس اللي انت بتدخله في هو بيطلع لك فكسد اوتبوت انا دخلت كلمة احمد كانت خمس حروف اطلع للطول ده دخلت كلمة محمد يعني حروف اطول برضو طلع لك نفس الطول اللي طلعه لأحمد فهنا الهاش مش هيفرق معها الانبوت بتاعك طول وقد ايه هو كده كده معروف ان هو بيطلع نفس الاتبوت نفس الطول بتاع الاتبوت تحديدا مش نفس الاتبوت هو هو نفس الطول بالزبط بتاع الاتبوت الاتبوت اللي بطلع لك احنا بنسميه اوقات يا اما كلمة شك سأ او بنسميه هاش يعني الاتبوت اللي طلع لنا ده كزا اسم ليه بنسميه شيك سم او النقطة الاخيرة هنا بتقول ان الهاش الاجوريزم معمول لها ديزاين بحيث ان يكون من المستحيل ان انت تعمل ريكوفر للبلين تيكست باستخدام الديجست اللي عندك ده يعني ايه؟ هنا من ضمن الحاجات اللي بتميز الهاشنج عن الانكريبشن ان انت لو عندك تيكست او ملف وانت عملت له هاش فعندك اللي طلع ده احنا عارفين ان اسمه هاش او دايجست او اللي تشيك سامه لو واحد اخذ منك الهاش مستحيل يعرف يطلع منه الكلير تيكست اللي اسمه احمد طب سواني انت لسه اقلنا من شوية ان ممكن الكلام ده يحصل لا هو ما كانش قصد ان هو ممكن يحصل انا اللي كان قصدي ان الشخص لما بيحاول ياخد الهاش بتاعك مثلا لما يدخل على الجهازك الاتكر لما يكون مع الهاش عشان يطلع منه الكلير تيكست هو بيعمل الكريبتا اناليسيز الكريبتا اناليسيز بيقول له جرب احتمالات لحد ما اتطلع انها مش معناه كده ان هو اللي بعمل الكريبتا اناليسيز ان هو هيعمل كونفيرت باك لكن الموضوع هيبقى سهل تاني كده انا عندي اللي على اليسار ده ده الكريبتا بتاعي اوكي ده الكريبتا تيكست عندي هنا اللي على يمين ده ده بنسميه الصيفر تيكست الهاش بتاعنا بيكون اسمه وان وي هاش وان وي يعني زي طريق اتجاه واحد كده يعني بالبلدي لو عندك حاجة اتعمل لها هاش مش هتعرف من الهاش ده ترجع نفس الحاجة يعني احمد طلعنا الهاش بتاعه اللي هو ده طب افرض واحد مع الهاش بتاع احمد هل يعرف يطلع منه كلمة احمد لا ما يعرفش ليه عشان احمد اتهاش خلاص ما ينفعش يتعمل له هاش باك طب امال ازاي بيتم سرقة الباسوردات خلينا احجي لك القصة بتاعت الباسوردات بتبقى ازاي خلينا كده نروح هنا للصبورة انا مسلا عندي هنا ده الويندوز بتاعي اهو هافترض ان ده السيستم بتاع الويندوز نرسم بس هنا ويندوز وانت جيتدخل على الويندوز بتاعك قال لك انا مسلا اعطيني اليوزر والباسورد نفس الكلام مش على الويندوز بس ده على كل الانظمة يعني انت داخل على ويبسايت على اي مكان بيتطلب منك يوزر نيو باسورد طيب انا مسلا داخل الويندوز متخزن هناك كده في ملف جوه الويندوز متخزن فيه الباسورد مكتوب هناك عنده ان احمد الهاش بتاعه اكس واحد تلاتة خمسة علامة تعجب طيب انا هنا بقى كيوزر اهو عايز اعمل لوجين عايز اعمل لوجين على السيستم ده فانا بعمل ايه بدخل اليوزر بتاعي احمد وبدخل الباسورد اللي انا عارفه طيب الباسورد بتاعي يعني هنا انا عنده ده اليوزر احمد هو هو نفس الباسورد يعني هنا ده اليوزر احمد وانا عنده الباسورد برضو احمد فانا هنا لما جي ادخل احمد كده كباسورد انا بدخلها انا كانسان انا بدخلها بشكل clear text كده automatic le windows بتاعك او السيستم بياخد احمد دي يعمل لها convert باستخدام الالجوريزم بتاعة الهاش فعارف الجهاز بتاعك ان احمد الهاش بتاعها هو اكس واحد تلاتة خمسة علامة تعجب بعد كده السيستم بتاعك ياخد الهاش بتاعك اللي انت دخلته ويجري يقرنه بالهاش اللي متسجل عنده جوه هنا لو تلاقى الهاش اللي انت دخلته هو هو الهاش اللي متخزن عنده جوه الانظمة بتاعته ساعتها يقولك ايه تاني دلوقتي انت لما تكتدخل على السيستم بتاعك او على الويب سايت او على موقع زي فيسبوك زي تويتر انت بتدخل بيوزر نيمو باسورد سيبنا من اليوزر دلوقتي مش عايزين اليوزر في حاج الباسورد انت كإنسان لما بيجي بتدخله انت بتكون فاكر الباسورد بتاعك بشكل كلير فانت انفكر ان الباسورد بتاعك متخزن جوه قواعد البيانات بتاعت مثلا فيسبوك انت انفكر ان هو بيكون متخزن كلير تيكست لا طبعا الباسورد بتاعك لو كان متخزن كلير تيكست عند سيرفرات فيسبوك مثلا فهم سهل جدا يشوفوا الباسورد بتاعك ويعرفوه انما فيسبوك ما تعرفش الباسورد بتاعك ازاي ما هو انت بتدخل في الخانة بتاعت الباسورد الباسورد بتاعك بالكلير تيكست الخانة دي مكتوب عليها كود برمجة ان هو اول ما انت بتدخل اي انبوت هو بياخد الانبوت ده يعمل له كونفيرت للهاش فانت دخلت كلمة احمد احمد الهاش بتاعها اكس وان تو سري فايف علامة تعجب السيرفرات بتاعت فيسبوك بتاخد الهاش ده تروح تبحس عنده تبحس عنه عندها لحد ما تلاقيه تقول اه فعلا الهاش اللي دخل ده هو هو الهاش اللي عندنا معناها ان الشخص اللي بيدخل ده هو صاحب الحساب الحقيقي ندخله طيب تخيل بقى لو انت دخلت باسورد خاطئ يعني انت هنا انت بتدخل باسورد دخلت هنا باسورد ووليكم مسلا توتو فهناك السيرفرات بتاعت فيسبوك او الجهاز بتاعت الويندوز لو انت بتدخل على ويندوز هياخد كلمة توتو يعمل لها كونفيرت لهاش كلمة توتو مثلا بتطلع بالهاش اللي اسمه زي تلاتة اربعة خمسة علامة استفهام فحيبتدي الويندوز او السيرفرات بتاعت فيسبوك لو انت بتروح على فيسبوك هياخد الهاش اللي نتج عن كلمة السر بتاعتك ويروح يقرنه بالهاش اللي متخزن جوه باسمك بالاميل بتاعك او باليوزر اللي انت دخلت هتلاقي ان هو ايه لا تساوي ساعتها المتطلع لك يقول لك لوجين ارر يقول لك حاول مرة اخر يعني احنا كل اللي بنعمله في موضوع الهاش ان احنا بنعمل مقارنة فقط بنعمل مقارنة فانت عندك لما حد بيجي يعمل كريبتو اناليسز او حد يجي يكسر الهاش او يفك الهاش هو كل اللي بيعمله ان هو بيجيب هاشات ويعود يجربها على كلمة السر بتاعتك اللي انت دخلتها يعني احمد ده الهاش بتاعه اوكي اللي دخل عندك على جهازك عارف يحصل الهاش ده بس مش عارف الهاش ده الفك بتاعه ايه فيبتدي الاتكر يجيب كلمات كتير كلير تيكس ده زي احمد ومحمد وعلي وابراهيم ويطلع لكل كلير تيكس تهاش ويبتدي ياخد الهاش اللي طلع ده يكرنه بالهاش اللي هو معاه وشوفه بيساويه ولا لا الحاجات دي بقى بنسميها رينبو تيبول وديكشنري اتاك الحاجات دي لسه هتبقى تتكلم عليها قدام شوية وفي نفس الوقت اللي انت هتكمل في كورسات الاوفنسيف او كورسات الهاكينج هتشوف الكلام ده بشكل براكتكال اللي عايزين نتطفق عليه حاليا ان الهاش بنسميه one way انا مينفعش من الهاش اللي طلعلي او من الديجست اللي طلعلي اعرف اجيب الكلير تيكست دي ما تعرفش تعملها مستحيل اصلا تعمل كده عايزين نبص هنا على مثال كده عملي او مثال تطبيق كده بالصور اللي انا كلمت عنه دلوقتي خلينا الاول نبص على الصورة وبعد كده نبقى نرجع للديسكريبشن بتاعها ده طيب انا عندي هنا في الصورة الثلاث اشخاص اللي احنا تفاني عليهم عندي هنا الاس هي المرسل وعندي هنا بوب هو المستلم وعندي هنا مالوري هو الثيرد بارتي او الشخص التالت اللي بيحاول يشوف السيشن او الكلام اللي ما بين الاس وبوب طيب طيب هنا بيقول لي الاس عايزة تنشر فايل والفايل ده عايزة بوب هو اللي ياخده فالس قبل ما تعمل بوبليش للفايل بتاعها الاس استخدمت الاجوريزم على الفايل وطلعت الفايل ده منه هاش فهنا مثلا كان عندي فايل اسمه hello world file ده مثلا ملف تيكست او ملف .exe مثلا الاس عرفت تستخدم على الفايل ده هاش الاجوريزم زي الام دي 5 او اللي ان شاء الله احنا ذكرناهم من شوية فالس لما استخدمت هاش الاجوريزم او الصيفر يعني على hello world اللي هو التكست الكلير طلعت منه value اسمه هاش طيب فانا عندي هنا الهاش نتجت منين انا عندي هنا الفايل بتاعي حطيت عليه هاش الاجوريزم طلعت منه كلمة الهاش زي اللي انا عملته من شوية انا كان عندي هنا احمد استخدمت معاه هنا md5 هاش اهو هنا احمد استخدمت معاه md5 هاش اللي هو الهاش الاجوريزم طلعت منه هاش اهو طيب طيب الاس بعد ما عملت الكلام ده بقى المفروض دلوقتي عندها الهاش وعندها الفايل الاصلي طيب حاليا الاس راحت عندها على الموقع بتاعها رفعت الفايل ورفعت معاه الهاش يعني الاس هنا كان عندها وبسايد كيف بتقول يا جماعة ده الهالو وورلد فايل وقامت كاتبة تحته كده يا جماعة ده الهاش فاليو اف هالو وورلد فايل يعني الاس دلوقتي عندها الملف اللي عايز الناس تعملوا دا ونلود وكمان الاس حط على الموقع الهاش فاليو بتاعة الملف ده حلو حلو جي بوب الخطوة رقم اثنين بوب عمل ايه؟ راح عمل دا ونلود للفايل اللي قلس رفعه وكمان عمل دا ونلود او بص على الهاش فاليو اللي قلس رفعه يعني بوب دلوقتي بقى عنده الفايل وبقى كمان عنده الهاش اوف فايل حلو بوب الخطوة الثالثة انه هو اخد الفايل اللي عمله دا ونلود وراح طلع له الهاش بتاعه على الكمبيوتر بتاعه يعني الاس لما كانت بعتتلك الفايل كانت رفع معه الهاش اي حد زي بوب لما يروح يحمل الفايل عشان يتأكد ان الفايل دا اصلي فبوب اخد الفايل اللي حمله ساب الهاش بتاع الاس اخد بس الفايل وامدخله عنده كده على الجوريزم من عنده بس لازم الالجوريزم تكون هي هيها بتاعت الاس بس الفكرة ان بوب دلوقتي مش هياخده على كلام الاس على طول لا دا هو عشان يتطب من اكتر هياخد الفايل ويحسب الهاش بتاعه على الجهاز بتاعه فهنا هيطلع له ايه هاش فاليو هيعمل ايه بقى بوب هياخد الهاش بتاعته ويقارنها بالهاش اللي كانت الاس بعتاها لو هاشز ماتشنج زي بعض ساعتها بوب حيتأكد ان الفايل اللي حمله دا فايل حقيقي رسمي طلع له من قدس تاني كده يبقى انا دلوقتي بستخدم الهاش اللي قدامي تقدر تقول كده طريقة احنا قلناها حاجة قبل كده ايوة للانتيجريتي انتيجريتي معناها الفريفيكيشن او التأكد من سلامة البيانات فاكر في بدايات الكورس كنا كلمنا عن حاجة اسمها السي اي اي كونفيدنشيالتي وانتيجريتي وافيلابيليتي اللي هي معايير امن المعلومات انت عندك كده الهاشنج بيحقق لك الانتيجريتي سلامة البيانات تاني كده احزرع فيروس جوا الفايل ده هنا عندنا ببصوا كلا في النقط رقم اربعة اهي هنا مالوري اللي هي بقى او السيرد بارتي بيقول لك بما ان هنا انا الاس مطلع الفايل ومطلع معاه الهاش فاي حد لما يجي يحمل الفايل من عند الاس حيحسب الهاش عنده على جهازه ويكرنه بالهاش بتاع الاس لو الاتنين زي بعض فكده بوب او المستلم يعني بيتطمن ان الفايل اللي عنده ده هو الفايل بتاع الاس الحقيقي بص بقى عندك مالوري تحت مالوري بتقول لك لو حاولت تعمل انجيكت للميليشياز داونلود مالوري عايزة تعمل ايه عايزة تحمل البرنامج بتاع الاس وتزرع جوا فيروس وتقول للناس تفضلوا يا جماعة ده الفايل الرسمي بتاع الاس ففعليا بوب لما حمل الملف بتاع مالوري وجيه يعمل كومبيوت للهاش بتاعته اتلاقى الهاش بتاعت مالوري غير الهاش اللي مذكوره على الموقع بتاع الاس فساعتها هنا بوب هيعمل ايه هيعمل ريجيكت للفايل هيعرف ان ده ما لعوب فيه اش معنى عرفت ازاي ما هو الهاش فاليو اللي بتطلع للفايل الفايل بتاعك لو اتغير بعدها سواء اضاف عليه داتا او اتمسح منه داتا فالهاش فاليو بتاعته بتتغير تماماً فالهاشنج هو عبارة عن verification لسلامة البيانات منها انا بطلع زي كود او cypher text الملف بتاعي او للكلام عشان اي حد يحمل الملف بعد كده يتأكد ان هو ده الحقيقي خليني عمل الكلام ده بشكل عملي قدامك انا مسلا اروحت الموقع زي ده ده زي ما هو اهوت اسمه online md5.com انا هنا ده اعتبر الجهاز بتاعي اهو اوكي خليني كده اروح افتح عندي برنامج زي البي اموير عندي على جهازي ده يسمح لي ان انا اشغل نظام تشغيل تاني في نفس الوقت عندي مثلا انا هفتح نسخة ويندوز تاني هنا عندي على جهازي حاجة هنا على library عندي هنا نسخة ويندوز تن عندي هنا على الجهاز بتاعي ده virtual او خليها نسخة ويندوز سيفن عشان يكون في فرق يعني طيب انا عندي هنا لوقتي نسخة ويندوز سيفن هشغلها اهي انا دلوقتي عندي من الجهاز بتاعي هنا اللي هو ويندوز لي انا بكلمك منه دلوقتي مسجل المحاضرة انا هيكون عندي ملف الملف ده انا عايز ابعته للوندوز سيفن وعايز اقول له يا ويندوز سيفن قبل ما تفتح الملف اتاكد ان الملف ده حقيقي فانا تمسلا هيكون عندي هنا اي صورة خليني كده اعمل هنا لسورة دي صورة وليكن مسلا هنا اي صورة عندي هنا تعتبر ملف اوكي حاجة زي دي الصورة ديت انا هفتحها كده اوبن نيو تاب دي الصورة صغيرة قوي طيب نجيب صورة تكون كبيرة شوية اوكي طيب دي الصورة هيت انا هحملها دلوقتي عندنا لجهاز هسميه هنا لاندسكيب اوكي طيب نزلت عندي انا دلوقتي عندي من الموقع بتاع اونلاين ام دي فايف ده ده موقع بعرف عن طريقه اطلع هاش او احسب هاش لاي حاجة فانا حاجة هنا في المكان بيقول لي فايل فانا هنا اروح اقول له هروح عندي هنا على الديسكتوب اكتب له هنا اسم الملف بتاعي اللي هو لاندسكيب اوبن انا دلوقتي الملف اللي اسمه لاندسكيب دوت جي بي جي ده الهاش بتاعته يبقى انا دلوقتي هنا عند الجهاز بتاعي الاول انا عندي الملف اللي اسمه لاندسكيب جي بي جي وده الهاش بتاعه طيب انا عايز ابعت الملف اللي اسمه لاندسكيب جي بي جي ابعثوا للجهاز الاسم ويندوز 7 ادي الجهاز الاسم ويندوز 7 اهو فانا تلوقتي احبعتوله ازاي حروح عند هنا على جهازي حروح عند على الديسكتوب حاجه هنا عندي على الفايل اللي اسم لاندسكيد اهو هق sext هنا كديده حروح هناك عندي على الويندوز 7 احمل هون الويندوز 10 فجهاز ويندوز 7 دلوقتي استلم صورة مني انا كجهاز ويندوز 11 جهاز ويندوز 7 قبل ما يعمل دابل كليك على الصورة ما ممكن الصورة دي يكون جواها فيروس او وورم فاكر لما قلمنا كده عن الميلوير قلنا الفيروس فكرته ان عشان يشتغل محتاج ان انت كيوزر تتواصل معاه حالين ويندوز 7 خايف يعمل دابل كليك على الصورة ويفتحها فهيعمل ايه عايز يعمل كالكوليت للهاش بتاع الصورة دي وهي عنده قبل ما يفتحها فهيروح دلوقتي لأي موقع زي الموقع التاني او اي موقع اخر برضو اونلاين امي دي فايف اهو هيعمل ايه دلوقتي ده جهاز ويندوز 7 حيروح ياخد الصورة اللي وصلت له اللي هي هنا اسمها لاند اسكيب هيعمل لها كالكوليت للهاش بتاعه اهو طب وبعدين هيقارن الهاش اللي طلع له ده بالهاش اللي كان مبعوط له ومن الماشين بتاعت ويندوز 10 ده الهاش اللي عندي وده الهاش اللي طلع للجهاز ويندوز 7 حتى هتلاقي جايب لك هنا فهنا الجهاز بتاع ويندوز 7 هياخد الهاش بتاعي بتاع الجهاز ويندوز 11 ويحطه عنده هنا كده ويقارن هنا قالك ايه 100% ويجاب لك هنا بيرفيكيشن صح معناها يا ويندوز 7 الصورة اللي عندك دي انت لما حسبت لها الهاش بتاعها كان هو هو الهاش اصلا اللي مرسلك من الجهاز اللي اسمه ويندوز 11 فكده الجهاز اللي اسمه ويندوز 7 يروح يفتح الصورة وهو متطمن يعرف دلوقتي ان الصورة اللي جات له دي جات له فعلا من الجهاز اللي اسمه ويندوز 11 وما فيش حد زرع جواها حاجة عشان الصورة بتاعتك دي لو تلعب فيها تلعب في حجمها حد زرع لك جواها حاجة حد يضاف عليها اي حاجة الهاش بيتغير تماما خلينا نجرب لونا رجعت هنا على الجهاز بتاعي ده بتاع ويندوز 11 انا دلوقتي ده الهاش اللي كان طالع اللي اهو اللي هو اخره خليني كده اروح افتح الصورة عندي على جهازي لو فتحت هنا الصورة اللي اسمها بس افتحها كده ولعب فيها يعني اقول له هنا مسلا برنامج الرسام انا دلوقتي مسلا على الصورة دي عايز اضيف هنا كلام عايز اضيف مسلا هنا كلمة اه مسلا احمد مسلا اكبر الخطر شوية احمد دي كلام دلوقتي انا ضفته في الصورة يعني الصورة دلوقتي تم الادت عليها او تم التلاعب وبعد ما عملت احمد خلينا كده هنا اعمل اوكي افلتها عايز اروح اعمل كالكوليت للهاش بتاعها بعد كده يعني هي دلوقتي ده الهاش بتاع الصورة كان قبل ما انا اضيف عليها خلينا دلوقتي اروح كده اعمل لها تشوز مرة اخرى ونحسب لها الهاش دلوقتي اوكي هو شايف دلوقتي ان هي بقى حجمها متين ستة وتسعين بايت خلينا كده اعمل لها هنا تشوز مرة اخرى شايف هنا هتتلاقي نفس الصورة حجمها تغير وفي نفس الوقت الهاش بتاعها بقى مختلف عن الاول خلينا كده اخد الهاش ده كوبي واروح اقرنه بالهاش اللي كان وصل لنسخة بتاعت ويندوز سيفن ده ويندوز سيفن لما حسب الصورة وهي عنده وده الهاش اللي جايله من ويندوز 11 شايف قال لي ايه ارور قال لي دلوقتي خطأ ده الهاش اللي محسوب بتاع الصورة اللي اسمها لاندس كيب عند ويندوز سيفن وده الهاش اللي مرسله من الجهاز اللي اسم ويندوز 11 فمختلف تماما يعني مجرد تغيير بسيط بس احنا عملناه في الصورة ان انا بس ضفت فيها كلمة فضفت او شلت بيغير الهاش ممتاز فنقدر نقول دلوقتي ان احنا اللي عملناه ان احنا استخدمنا الهاشنج تكنيك او الهاشنج الجوريزم بتوفر لنا ايه بتوفر لنا انتجريتي لما تروح تحمل اي ملف من الانترنت حاليا تتلاقي اغلب المواقع مديالك زرار او مديالك لينك الداونلود وجنب لينك الداونلود ما يعطيالك الهاش كمثال مثلا برضو لو رحت الموقع زي كالي.org او النسخ بتاعت لينكس عموما المواقع اللي بتعطيلك نسخ لينكس تتلاقيه هي بتعطيلك الداونلود بتعطيلك جنبيه اللي تشيك سم او الهاش بتاعه لو انا مثلا موقع اللي اسمه كالي.org لو رحت هنا دلوقتي على الداونلود هنا بيدخلك هنا على الصفحة بتاعت الداونلود دي نسخ الداونلود اهي هم عدلوه في الموقع بقى شكله احسن لو رحت مسلا بقول لنا عايز نسخة تنزل عندي على يعني يديلك ملف الايزو بقول انت عايز انهي نسخة عايز اربعة وستين بيت ولا تلاتين وتلاتين بيت ولا عايز الكالي اللي بتشغل على الام وان بتاع ماك فانا جيت هنا مثلا عربعة وستين بيت مديني ايه بيقول ديني هنا زرارة داونلود وجنبيه هنا ملف اسمه الصم لو انا رحت على الصم شايف هتلاقي مدينك الهاش يعني هنا كالي بتقول لك اتفضل ده زرارة داونلود اهو لو انا عملت هنا داونلود هتلاقي بتلي يحمل عندي تحت اهو بدأ يحمل اهو طب بعد ما انا اخلص تحميل انا اتأكد منين ان اللي اتعمل له داونلود عندي على جهازي هو هو اللي كان موجود على الموقع بتاع كالي الموقع بتاع كالي قال لي بعد ما اتخلص تحميل والنسخة بتاعت الكالي نزلت على جهازك روح احسب لها الهاش وهي على جهازك وبعد كده خدوا القيمة اللي طلعت لك وتعال اقارنها بالقيمة اللي عندي هنا على الموقع بتاعي لو القيمة اللي عندك على جهازك هي هيها القيمة اللي عندي على الموقع ده معناه يا يوزر ان النسخة اللي انت حملتها هي نسخة اصلية طلعة من عندي من الموقع بتاعي انما يا يوزر لو انت بعد ما خلصت التحميل للملف وجيت تبص على الهاش بتاعته اتلاقيتها مختلفة عن الهاش اللي عندي على الموقع فتعرف يا يوزر ان اللي انت حملتها دي نسخة ملعوب فيها او متضاف فيها حاجات او متشال منها حاجات فمعناها دلوقتي انا غير مسؤول عنها تخيل نفس السيستم ده كل المواقع دلوقتي بتعمله مع الصوفت وير بتاعه انت كيوزر دلوقتي لما واحد يقولك اتفضل ده نسخة ويندوز اصلية خد ده برنامج اصلي انت تعرف منين ان كان هو سادق ولا لا ببساطة خد منه البرنامج او خد منه نسخة الويندوز وروح دور على الهاش بتاعها الاصلي على الموقع بتاعها وابتدي احسب الهاش للنسخة اللي معاك او والبرنامج اللي معاك لو تلاقيت فيه تطابق في الهاش فاليو اللي عندك مع الويب سايت الرسمي بساعاتها تتأكد فعلا ان هي حاجة اصلي انما اللي بيحصل الناس اللي بتروح تحامل من مواقع التورنت والحاجات المكرقة او الحاجات اللي ملعوب فيها هيقولك اتفضل ده نسخة اوفيس بدون سيريال مش هيطلب منك سيريال فانت لو فكرت مع نفسك كلا تلات ثلاث سواني تقول ليه مش هيطلب مني سيريال يقولك انا مكركها لك مزبطك فيها السيريال انا حطط لك السيريال جواه فانت لو فكرت كمان سانيتين تقول طب ما انت وانت ممكن فتحها عشان تحط السيريال ما انت ممكن تكون زرعتلي جواها كمان حاجة تانية زرعتلي ميلوير باك دور كي لوجر فهي الفكرة كلها انا عايز افر الحاجة اللي عندي دي اوفيشيال او لأ او رسمية او لأ ساعتها بقولك اعمل كالكوليت للهاش فحاليا حتى الان استخدامنا في الهاشنج كطريقة كريبتو جرافي بنستخدم حاليا الهاش عشان نوفر انتيجريتي جيل ملفات فالهاش عمل ايه حول لنا او مش حول هو خلانا نعمل كالكوليت للهاش بتاعت اي ملف بتاعت اي كلمة والهاش اللي طلع عندي ده بستخدمه مستقبلا عشان اعمل او عشان اعمل تأكد طيب فهنا جايب لك هنا الشرح بيقول لك هنا بوب والس بيعملوا كمبير للفاليو used for a password in the following way هنا بيقول لك في الاول بوب already has a digest calculated from alice plain text password ده هنا كمثال قبل ما يبص هنا يعني بقول لك دلوقتي لو عايزين يتأكدوا كل واحد ان الباسورد صحيح فهنا بيقول لك بوب اتبعط له قيمة هاش من alice بوب can't recover the plain text password from hash بوب لما جاله الهاش value او digest يعني من alice ما هواش عارف يطلع منه clear text هنا بيقول لي لما alice عايزة تتأكد ان هي بتكلم مع بوب alice هتكتب الباسورد بتاعها وتحوله الهاش وبعد كيه بترسل الهاش لبوب بوب بيعمل compare للهاش اللي جاله مع alice مع الهاش بتاعه لو الاتنين زي بعض فكده معناه ان هما authenticated فهنا بيكيبلي فوق اهوات بيقولي الهاش الالجوريزم بتستخدم للانتجريتي او للتأكد للطمقنينة كمثال هنا بيقولك لو كل واحد فيهم معه باسورد واليس عايزة تتأكد ان الشخص اللي بيكلمها في الطرف التاني هو بوب اهو هنا alice وهنا بوب alice دلوقتي عايزة ترسل ملف في البوب بس alice قبل ما ترسل ملف في البوب عايزة تتأكد ان اللي بتكلمه ده هو بوب فعلا مش واحد من تحل شخصيته فاليس قامت عامل ايه قلت له يا بوب فاكر احنا كان فيه بيننا وبين بعض باسورد يقول لها اه فعلا احنا كان فيه بيننا وبين بعض باسورد فاليس هتعمل هي الباسورد من عندها وتحوله لهاش وترسل الهاش لبوب بوب هو كمان لو عارف الباسورد فالباسورد اللي عنده هيطلع له هاش لو الهاشين زي بعض معناها ان الباسورد اللي عندك هو الباسورد اللي عندك اوكي ده مثال كده بشكل عام على الهاش الصورة هنا التوضيح بتاعها في الاسلايد دي اهي الصورة دي اللي هي رقم ستة عندك هنا في الاسلايد رقم سبعة اهي ده الشرح هنا بيقول لي المثال اللي فاتحنا كنا عملنا كومبيرنج اللي الباسورد فاليو هنا كمان بيقول لي الهاش اوف فايل كان بيوزد وبرفايزة انتجريتي اوف فايل افترة تنصفير هنا بيقول لك الاس عندها ملف اسمه ستة دوت اي اكسي بتاع برودا اجتماعي فالاس عملت بابلش للملف اسمه ستة دوت اي اكسي على الموقع بتاعها ونشرت كمان معه الديجست بتاعه طيب جي بوب عمل داونلود للفايل اسمه ستة دوت اي اكسي واخد كوبي من الديجست بتاع الاس بعد كده بوب استخدم نفس الهاش فانكشن او نفس الهاش الاجوريزم على الملف اللي عمله داونلود اللي اسمه ستة دوت اي اكسي وبدأ يعمل كومبير للفايلو اللي طلعت له بعد ما هو حسب الهاش مع الفايلو بتاعت الاس هنا بيقول لي لو فيه ماتشينج حصل ما بين الفايلو اللي طلعت عنده وما بين الفايلو اللي جابها من على الويب سايت معناها دلوقتي ان الانتجريتي تمام بيقول لي هنا بقى تخيل لو فيه عندنا مالوري دا الاتكر مالوري راح تعمل سبستيتيوت بدلت الدونلود لينك اللي على الموقع باللينك تاني اخر وعبارة عن ميليشيا صفايل فساعتها بوب لما ييجي يعمل كومبيوت للهاش حيتلاقى ان الهاش اللي جات له غير الهاش اللي هو حسبها عند نفسه طبعا هنا بيقول لك مالوري ما تعرفش تغير الهاش فاليو يعني مالوري لو دخلت على الموقع غيرت في الدونلود لينك مش هتعرف تلعب في الهاش فاليو نفسها عشان هي اريد الهاش فاليو هتكون معروفة عند كل المستخدمين انا كمستخدم لما اول ما اتبعتلي اللينك من ألس كنت اخدت الهاش كوبي عندي فمالوري لو دخلت على الموقع اللي مرفوع عليه الملف بتاع ألس وحاولت تعدل فيه هي اخيرها هتعرف تعدل في الدونلود لينك لكن مش هتعرف تعدل في الهاش يبقى دي كل القصة عندنا بتاعت الهاش الحاجة الاخيرة هنا اللي بنينهي بيها الكلام الهاش ان انا قلت لك عشان نطلع الهاش من فايل او من كلمة بنستخدم حاجة اسمها هاش الالجوريزم الهاش الالجوريزم اوقات بنسميها الهاش فانكشن هي هيها بالزبط الاسم بس هو اللي مختلف هاش فانكشن او هاش الالجوريزم زي بعض انواع الهاش فيه عندنا نوع اسمه تشا وده بينتج لك 256 بيت فاليو فاكر لما كنت عملت هنا المثال اهو بتاع احمد ومحمد هنا القيمة اللي تحت اللي انت جهلك هنا اللي اتشا اتشا طبعا فيه منه انواع اللي اتشا تو ده ده هنا دي طولها 256 بيت طيب فيه عندك هنا الامدي 5 بينتج لك 128 بيت لكن هنا مديلك ملاحظة كويسة بتقولك ان الامدي 5 ما عادش امن ان انت تستخدمه الاحسن نستخدم اللي اتشا متين ستة وخمسين اللي الامدي 5 فيه بعض المعروفة ما عادش سيف ان انت تستخدم الالجوريزم بتاعت الهاش اللي اسمها امدي 5 الاحسن دايما نستخدم اللي اتشا فانت عندك هنا كزا قيمة لكل واحد انت عندك حتى الاسلام تحت الاختبار لما بيجي لك يجيب لك يقول لك الامدي 5 بيبروديوس كام دايجست بت او كام بت هاش تقوله 128 عندك اللي تشا تو بيبروديوس قد ايه بيطلع ميتين ستة وخمسين دايجست الحاجات دي تلازم تكون حضرة في ذهنك يبقى كل اللي فات ده كان كلامنا عن الهاشنج فقط يبقى لما انا كده اكلمك في مقابلة شخصية بقولك الكريبتوجرافي طبعا انت عارف فيه منه التطبيقات كتير يعني ايه هاش وامتى انا بستخدم الهاش تقوله والله الهاش ده يعتبر هو ابسط شكل من اشكال الكريبتوجرافي بستخدم الهاش تحديدا لما بيكون عندي ملفات مهمة عندي ايميلات عايز ارسلها عندي صور عندي داوندود لينك فانا عشان اخلي الكاستمر او العميل يتطمن اللي انا بيعطهوله ده حاجة جنوين او حاجة اصلية فانا بكون عطينه الهاش بتاعتها بحيس العميل لما يجي يحمل الحاجة هيكون هو الردي عارف الهاش بتاعها بعد كده يحسب الهاش وهو عنده على جهازه ويقارن ويتأكد ان انا لعطهوله ده ملف تمام او انت ممكن قبل الاجابة دي تقوله احنا بنستهرم الهاش عشان الانتجريتي لو قالك بقى طب يعني ايه انتجريتي تقوله انتجريتي معناها سلامة البيانات معناها ان البيانات بتاعتي انا بارسلها لك للديستينيشن الدستينيشن عشان يتاكد ان الحاجة اللي استلامها دي حاجة حقيقية فاحنا بنستخدي من الهاش كواسيلة للتأكيد عشان انا لو ما عنديش هاش وبرسل اي حاجة للديستينيشن الدستينيشن ما عندهوش حاجة تأكدلو. ان كان الحاجة اللي وصلته دي كتحقイية واللي حد تاني اللي اعطهوله فالانتجريتي بتوفر لي سلامة للبيانات وبتتاكد ان الطرفين يعرفوا ياسكوا في بعض كل الكلام ده كان عبارة عن اول تطبيق لتطبيقات الكريبتو جرافي وهو الهاش خلصنا من الهاش بنتنقل بعد كده للموضوع التاني او للتطبيق التاني اسمه انكريبشن في بعض الاختلافات عن الهاش لكن زي ما قلت لك ما ينفعش تقول لي الانكريبشن هو الهاش الانكريبشن بيوفر لك حاجة والهاشنج بيوفر لك حاجة تانية لكن المشترك ما بينهم ان هما الاتنين اشكال او تطبيقات من الكريبتو جرافي اول حاجة محتاجين اعرفها عن الانكريبشن اول سطر هنا عندي بيقول الهاش فانكشن احنا الهاش فانكشن او الهاش الجوريزم يعني كنا بنستخدمها عشان نعمل بروف للانتجريتي اوف داتا عشان نتأكد من سلامة البيانات لكن خلي بالك احنا ما بنقدرش نستخدم الهاش الجوريزم عشان نعمل تشفير للداتا اثناء الستورنج او الترانسيميتنج بمعنى احنا الهاش زي ما شفناه يدوب للمقارنة انا حسبت الهاش عندي انت احسب الهاش عندك لو الهاش بتاعي زي الهاش بتاعك معناها كده ان احنا او الداتا بتاعتنا سليمة انما بقى لو انا عندي داتا عايز برسلها لك وانا برسلها لك محدش يشوفها محدش يعرف يقرأها ده بنسميه الترانسيميتنج للداتا فالترانسيميتنج للداتا بستخدم معاك الانكريبشن زي ما احنا اتكلم حالا كمان لو انا عندي داتا عايز احتفظ بها على جهازي لكن محدش يعرف يفتحها على جهازي بدون ما يكون معاك مفتاح الفتح يعني عايز اخزنها على سيرفرات او على الجهاز اللوكل بتاعي فساعتها انا عايز اعمل ستورنج للداتا بتاعتي بشكل امن ساعتها برضو بستخدم الانكريبشن يبدو الوقت ظهر معنا سؤال تاني انت بعد ما من شوية كنت جاوبتني يعني ايه هاش او بستخدمه في ايه جيس سؤال التاني بقولك ايه الفرق ما بين الهاش والانكريبشن الامور بدأت توضح تقول الهاش انا بستخدمه في الانتجريتي للمقارنة ان الداتا عندي هي هيها اللي وصلت للدستيناشن انما الانكريبشن بستخدمه اثناء ارسال الداتا ما بين الطرفين واثناء تخزين الداتا على الجهاز يبقى ده انكريبشن انتجريتي ده هاشنج حلو كمان احنا كنا قلنا في الهاشنج ان لو انت عندك وحولته الهاش اللي هو الديجست يعني ما ينفعش تعرف ترجع البيلين تيكست من الديجست احنا كان عندنا هنا احمد اهو احمد طلعنا الديجست بتاعته اللي هي دي ما ينفعش من الديجست ريت ارجع الى احمد لا عشان الهاش كنا بنسميه وان وي انت الكلير تطلع منه هاش انما الهاش ما ينفعش تطلع منه كلير متفقين على النقطة دي طب تعال بقى للانكريبشن لا الانكريبشن بيقولك انه هو عبارة عن الجوريزم او طريقة برضو تعتبر شكلي من اشكال الكريبتوغرافي بتعرف تعمل بها انكود للداتا ترميز للداتا so it can be recovered او decrypted ده الفرق التاني بتاع الانكريبشن عن الهاش الفرق التاني بتاع الانكريبشن ان انت عادي لو انت عندك حاجة انت عمل لها تشفير باستخدام انكريبشن تعرف تعمل لها فك التشفير برضو باستخدام نفس الانكريبشن الهاش لا الهاش لو انت عملت الديجست بتاعته او طلعت الهاش ما ينفعش ترجع من الديجست ترجع للكلير تيكست ممنوع طيب هنا بيقولي احنا لما نيجي نستخدم الانكريبشن الجوريزم بنستخدم معها كي مفتاح الكي ده بيأكد لي ان الصيفر بتاعي اعرف اعمل بي ديكريبشن بعد كده فقط الاسوريز بيرسون يعرف يعمله ديكريبشن بمعنى انا عندي كلمة هلو هلو ديت وانا برسلها حاولتها للكلمة دي وي تلاتة اتنين واحد علامة تعجب وارسلتها الديت لما وصلت هنا ووصلت بالشكل ده وي تلاتة اتنين واحد علامة تعجب لو الشخص اللي هنا عنده مفتاح فك التشفير ده فهيعرف ان وي تلاتة اتنين واحد عشان نطلعها لكلمة هلو هيحتاج مثلا استهدم كي اسمه كي اكس فمعنى كلامه هنا في السطر ده ان انت دايما هتتنقل الداتة داخل النيتورك او عن طريق الانترنت بشكل انكريبتد وفقط اللي مع المفتاح هيعرف هو يعمل الدكريبت بتاعه ومين اللي هيكون مع المفتاح الاشخاص فقط المخولين او المصرح ليهم اللي احنا بنسميهم الاثوريز حاول ريج دلوقتي مثال عليه بص هنا كده عالصورة دي برضو متفققين ان احنا عندنا الاس هي المرسل عندنا بوب هو الديستنيشن في البداية قلس عشان تبعت حاجة مشفرة لبوب فقلس لو بعت الحاجة مشفرة على طول بوب بوب هيقول ايه ده انا مش عارف دي بتتفتح ازاي انت ليه بعتلي الحاجة بالشكل ده عشان كده دايما في الانكريبشن بيبقى اول خطوة ما بين الطرفين الخطوة رقم واحد ان الشخص اللي حيرسل الداتة يرسل قبلها المفتاح اللي حيستخدمه في التشفير فانا عندي هنا بيقول لي الاس بعتت المفتاح بتاعها لبوب المفتاح دلوقتي اللي الاس هتشفر بيه موجود منه نسخة مع بوب حالو الخطوة التانية الاس بدأت تعمل انكريبت للفايل اللي عندها باستخدام المفتاح اللي هي بعتته لبوب فاليس كان عندها فايل اسمه هلو وورلد استخدمت معا المفتاح بتاعها فطلع هنا انكريبتت فايل اللي هلو وورلد الانكريبتت فايل ده هو اللي تم ارساله هنا بوب استلم الانكريبتت فايل طب يقرأوا ازاي حيستخدم المفتاح اللي الاس كانت بعتهوله من شوية فالمفتاح اللي عنده هنا عمل بيه دي كريبت هنا الاس المفتاح اللي معاها ده عمل بيه ايه انكريبت فهينا بوب لما عملت دي كريبت اللي الحاجة اللي جات له قدر دلوقتي يشوف الملف اللي اسمه هلو وورلد النوع ده من الانكريبتشن اللي انا بتكلم عنه اسمه سيمتريك انكريبتشن احنا شوفنا الانكريبتشن بشكل عام وميزاته لكن لما نجي نتكلم في الانكريبتشن فيه عندك منه نوعين نوع اسمه السيمتريك انكريبتشن او الانكريبتشن المتماثل وفيه نوع تاني اسمه اسيمتريك انكريبتشن الانكريبتشن الغير متماثل او الغير متشابه في السيمتريك انكريبتشن الطرف الاول والطرف التاني بيستخدمه نفس المفتاح في التشفير وفك التشفير زي ما انت شفت هنا ألس و بوب اللي اتنين بيستخدموا the same key او تحديدا هو المفتاح اصلا بتاع ألس لكن ألس خدت منه كوبي وبعاتته البوب يعني بوب معا نسخة من المفتاح بما ان بوب معا نسخة من المفتاح ففي اي وقت حيجي له داتا مشفرة من ألس حيستخدم المفتاح بتاعه اللي قال اسع تطهوله عشان يفك الحاجة دي بالضبط انا بمثل symmetric encryption ازاي ان انت لو قاعدين هنا في سكن دي الشقة اللي احنا سكنين فيه ايات ده السكن اللي انت سكن فيه السكن ده ليه هنا باب والباب ده معمول عليه look مقفول السكن ده shared ما بين أشخاص يعني هنا فيه شخص واحد اهو وفينا شخص اتنين الاتنين دول بيتشاركوا السكن هنا مع بعض الشخص واحد واتنين كل واحد فيهم معه نسخة للمفتاح اللي بيفتح الباب بحيث الشخص واحد لو خرج في اي وقت يعرف وهو راجع يفتح بالمفتاح بتاعه الجهاز او الشخص اتنين لو خرج هو كمان يعرف يرجع ويفتح بالمفتاح بتاعه فيبقى عندنا باب واحد مقفول بنفس المفتاح طب لو جالهم واحد تالت هنا حيسكن معاهم ايه اللي هيعمله له هيعطله كوبي من المفتاح خد يا سيد الكي معاك اهو صح كده نفس الكلام في الملفات اي طرف تالت عايز يتكلم معنا فيحنا يا دوب هنعمل له كوبي من المفتاح نخليه معاه عشان يقدر هو يستخدمه مستقبلا انه هو كمان يعرف يعمل encrypt و decrypt لل data اللي بتتنقل ما بينه طيب هنا اهو بيقولي دلوقتي symmetric encryption ده كلام النظر بتاعه معناها ان احنا بنستخدم في ال encryption وفي ال decryption بنستخدم the same secret key نفس المفتاح اللي بنيستخدمه الطرفين ده اسمه symmetric طبعا symmetric cipher او symmetric algorithm او symmetric key كلها نفس الكلام طيب احنا ليه بنسميه secret key عشان secret key ده لازم يكون kept secret من اسمه اوقات بنسمي secret key ده private key برضو الكلمة دي صح فلما حد يقول لك symmetric encryption بيستخدم private key او secret key اللي اتنين صح هو ليه مسميينه secret عشان كل طرف من الطرفين او من الاطراف اللي بتشوف ال data لازم يخب المفتاح بتاعه عشان ببساطة لو المفتاح بتاعك ده حد شافه بدون علمك خلاص هو كمان هيعرف يقرأ ال data اهو if the key lost او stolen معناها فيه عندك دلوقتي security breach فيه اختراق للسيكوريتي بتاعتك طيب هنا symmetric encryption او ال encryption بشكل عام بيوفرنا ايه confidentiality الخصوصية لما كنا اتكلمنا عن معايير امن المعلومات كنا قلنا c i a الاي احنا شفناها في الهاشنج اللي هي الانتجرتي السي معناها confidentiality الخصوصية ان يعني ايه خصوصية معناها فقط الاشخاص المصرحين لهم هم اللي يشوفوا ال data فهنا بقى بشرح لك اهو كمثال بقول لك لو اللي اتنين عايزين نيعملوا مع بعض فهنا بيقول لك اول خطوة Alice وبوب لازم يتفقوا على انهي مفتاح هيستخدموه انهي cipher to use and secret key value بعد ما بيتفقوا على الكلام ده كل واحد من الطرفين بيخزن المفتاح بتاعه بيقول لك ويتأكد ان ما فيش حد تاني هيعرف يشوف المفتاح ده طيب اول خطوتين هنا خلاص اتفقوا مع بعض هنا Alice بتبتلي تعمل encrypt للفايل باستخدام المفتاح بتاعه she send the cipher text to pop over the network الحاجة اللي الشفارت او ال value اللي طلعت له الاوت بوت اللي طلع من cipher هو ده اللي هترسله بوب بعد ما يستلم cipher text هيعمل له هو decrypt باستخدام المفتاح بتاعه هو يعني لو جينا نبص هنا كده في الصورة ده اللي احنا وضحنا دلوقتي اول حاجة بيعمله exchange المفاتيح بتاعتهم مع بعض بعد كده Alice بتشفر ترسل الحاجة المشفرة يعني اللي عده هنا over الانترنت او عن طريق شوكة الانترنت اللي عده هي ال value المشفرة هنا لما الطرف التاني يستلم بيستلم ال value المشفرة بيعرف يفك تشفرها باستخدام المفتاح اللي كان معاه اللي كان جاله من هناك طيب يبقى هنا نقدر نتكلم عن حقوقات اخيرة كده بالنسبة لل symmetric 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 اوقات بنسميه single key encryption او private key encryption او shared secret key مزة symmetric encryption اللي هو fast عشان كده بنستخدمه لما نيجي نعمل تخزين للداتا بتاعتك لو انت عندك large amount of data فانت الاسرع بالنسبة لك ان انت تشفرها باستخدام symmetric طيب في عندك هنا مشكلة المشكلة في symmetric key وهو بتعمله distribution او بيتوزع ممكن في واحد بدون علمك يقدر يشوفه بمعنى انا دلوقتي عندي في الصورة هنا الصورة اللي فاتت هنا Alice كانت بتبعت المفتاح بتاعها لمين لبوب طب هي بعدت المفتاح ده ازاي بعدتها عن طريق الانترنت او عن طريق النيتورك طب افرد كان فيه هنا طرف تالت قاعد اهو ده الطرف التالت اللي ما بيننا اهو ده القتكر قدر يشوف المفتاح وانت بترسله من Alice لبوب فكده عارف يشوف المفتاح يعني عارف ياخد كوب منه فالمشكلة هنا في السيمتريك اثناء تبادل المفاتيح او اثناء ارسال المفاتيح ممكن طرف تالت يشوف المفتاح ده هنا بتكون عندنا المشكلة فالمشكلة عندنا هنا فين اثناء الارسال distribution وحتى اثناء التخزين ممكن واحد يخزن الملف بتاعه او يخزن المفتاح بتاعه بشكل غير امي هنا بيوضح لك اوات لو مثلا مالوري عارفت تعمل اعتراض انترسبت بتعمل اعتراض للرسالة تقدر تشوف الصيفر تيكست وكمان تقدر تشوف الكي مع واحد في النص دلوقتي ما بين الطرفين وانتوا بتطلباتهم المفاتيح مالوري رشافتها وكمان وانتوا بتبعاته الصيفر تيكست مالوري رشافتها فمن نسبالك دلوقتي السيمتريك ما عادش اللي لازم او السيمتريك ما عادش اللي لازم يعني جيت اقول لك احمد انا قفلت الشقة كويس بالمفتاح وخد المفتاح وقعد بحذف لك المفتاح الناس كلها شايفها المفتاح وانا بحذف لك واحد منه عارف ياخد كوبي او واحد عارف ياخد صورة للمفتاح وعمل هو مفتاح نفس الصورة بالضبط اوكي فهنا بيقول لك خلي بالك من ملاحظة الحاجات الليل فنيات بقى بتاعة كل جزئي كده فيها فنية شوية بيقول لك ما تقدرش تستخدمه الاثنتيكيشن او الانتيجريتي الاثنتيكيشن والانتيجريتي لما كنا استخدمناهم من شوية كنا شفناهم مع الهاش هو الاثنتيكيشن والانتيجريتي معناها ان كل واحد يزبط الهوية بتاعته للتاني بدون اي حاجة مشتركة ما بينه هنا بيقولك انت بما انك عندك اصلا الاس وبوب اللي اتنين بيعملوا create the same secret k واللي اتنين بيستخدموا the same secret يعني هما اللي اتنين متفقين على secret اصلا عايةها مش حينفع تعمل authentication دي انما احنا من شوية لما كنا انا في الهاش دلوقتي في باسورد اهو هنا عندي احمد وعندي هنا علي احمد عايز يتأكد ان اللي حيكلمه دلوقتي هو علي وعلي عايز يتأكد ان اللي حيكلمه ده هو احمد يعني كل واحد عايز يعمل authentication للتاني فايلا بيحصل هما اللي اتنين اصلا كانوا زمان كل واحد متفق على الباسورد يعني المفروض اللي اتنين لما يجوا روحوا البعض عارفين ان الباسورد ما بينهم واحد اتنين ثلاثة فاحمد بيقول له يا علي اثبت لي ان انت عارف الباسورد اللي ما بينه انما احمد مش حقيقي كده علي يقول له يا علي الباسورد اللي ما بيننا واحد اتنين ثلاثة صح علي هقول لك اه صح ممكن ما يكونش هو علي اصلا يعني كأنك انت بتكلم واحد في التليفون واتصلت برقم جديد فبتقول سلامه عليك وهو أحمد سلطان معي والطرف الثاني قال لك اه انا أحمد سلطان وهو مش أحمد سلطان ولا حاجة لكن هو عمل تأكيد للمعلومة اللي انت قلتها طيب انا دلوقتي بقى لو في نفس القصة نفس الاتصال انا اتصلت بيك فجيت قلتلك مين معي انت مرضتش تقول لي قال لك انا مش هقول لك انا مين قل لي انت الاول انت مين قال لك لا انا برضو مش هقول لك فانتو اللي اتنين كنتم متفقين على السيم ما بينكم او كلمة سر اقول لك طب ايه رأيك قل لي كده على كلمة السر نقول لي بعض كلمة السر اللي ما بيننا احنا اللي اتنين او انا دلوقتي هبعث لك كلمة وانت لو فكتها معناها دلوقتي ان انت صاحبي اللي انا عاربك فاللي حصل اللي اتنين عارفين ان فيه كلمة سر ما بينهم اسمها 1 2 3 فأحمد عمل ايه احمد جاب كلمة السر اسمها 1 2 3 طلع الهاش بتاعها اللي هو اكس 3 مثلا 4 5 وانبعاتهم هنا علي هو كمان هيحسب الهاش من عنده بتاع 1 2 3 لو طلع لو طلع اكس 3 4 5 يعني الهاش اللي طلع هنا هو الهاش اللي هنا معناها الاتنين دول يعرفوا بعض فدي كده المقصود بيها الاثنتيكيشن الاثنتيكيشن ان كل واحد يثبت الهوية بتاعته بالنسبة للتاني فعندين هنا في الانكريبشن ما يعني نعرفش نعمل بيه الاثنتيكيشن الاثنتيكيشن مربوط فقط مع الانتonal طيب ده كان كل الكلام الخاص بالсيمتريك انكريبشن خلاني تنقل لأخول كبير اسمه ايه السيمتريك انكريبشن اية الفرق ما بين السيمتريك والاية اسيمتريك السيمتريك كنا بنستخدم هناك مفتاح واحد فقط اهو في السيمتريك انكريبشن صيفر كنا بنستخدم سيم سيكريت كي بنستخدمه عشان نعمل بوس انكريبشن وديكريبشن. التشفير وفك التشفير كنا بنسترم نفس المفتاح. طب هنا في الاسيمتريك الاسيمتريك السيفر بيقولك او الاسيمتريك الالجوريزم يقولك احنا بنسترم two different but related case. يعني بنسترم مفتاحين مختلفين. لكن المفتاحين دول قريب او related ببعض او relative يعني. واحد منهم بنسميه public واحد منهم بنسميه private. والاتنين دول بنطلق عليهم كاي بير يعني زوجين او زوج من المفاتيح. يعني اللي اتنين عاملين زي التوقم الملتصك كده. لازقين مع بعض. اوضح لك دي. انت لو في حد جيه قالك انا هنسترم اسيمتريك انكريبشن فمعناها ان كل طرف من الطرفين هيكون عنده مفتاح public ومفتاح private. هنا public واحد وبرايفت واحد وهنا public اتنين مثلا وبرايفت. المفتاحين دول لازم بيطلعوا مع بعض. يعني ما ينفعش واحد يقولك انا عندي public بس ومعنديش برايفت ما ينفعش. انت طالما استخدمت public فاوتوماتيك فيه برايفت لي. عشان كده بنسمي دول كده مع بعض. كاي بير زوج من المفاتيح. يعني هنا كل طرف من الطرفين السورس والديستنيشن هيكون عنده تو كايز. هلو? كل كاي اتش كاي اس كيبابل اوف ريفيرزينج زي اوبريشن. بمعنى انت كطرف واحد لو انت عندك داتا انت شفرتها بال public كي بتاعك. الداتا دي تعرف تفكها بالبرايفت كي بتاعك. انت متخيل? يعني انا عندي هنا كلمة هلو. عشان اطلع من كلمة هلو. اكس تلاتة اربعة خمسة. اكس تلاتة اربعة خمسة ده السيفر. وهلو كلير. انا عشان اطلع السيفر بتاع كلمة هلو استهدمت public one مسلا. يبقى ده هنا ده سيفر. طب لو انا عايز احول من سيفر ارجع لكلمة تاني. انا عايز اعمل دي كريبت. انا استنمت عشان اعمل ايه? انكريبت. طلعت هنا السيفر بتاعي. طب عايز من السيفر تيكست ارجع تاني. ابقى. يعني عايز ارجع تاني كلمة هلو. بما انك انت عشان تطلع السيفر استخدمت بتاعك. فهنا انت عشان ترجع تاني لكلير استخدم المفتاح بتاعك التاني. اللي اسمه برايفت. انا هنا عملت دي كريبت. ده المقصود بالنقطة دي. يبقى انا عندي هنا عملت تشفير بمفتاحي الاول اعرف افكي التشفير بمفتاحي التاني. طب افرد افرد. انا لما عملت استخدمت هنا برايفت عشان نعمل انكريبت. يبقى مش عارف افكي غير باستخدم البابليك. يعني انت شفرت بالبابليك بتاعك حتفك بالبرايفت بتاعك. شفرت بالبرايفت بتاعك حتفك بالبابليك بتاعك. هنا مدي هالي هنا كاكزامبل اهو. بيقول لي لو انت استخدمت البابليك كي عشان تعمل انكريبت للمسج. only the beard private key can decrypt the cipher text. يعني كم مش اي برايفت. تلازم البرايفت بتاعك اللي هو البابليك واحد يبقى تفكي برايفت واحد. بابليك اتنين يبقى تفكي برايفت اتنين. طيب. البابليك كي can't be used to decrypt the cipher even so it used to encrypt. يعني انت عملت هنا. ما ينفعش تفكي بالبابليك. عملت واحد بابليك واحد ده خلاص كلا ما هميته انتهت. لازم تفكي بالبرايفت بتاعه. بتقوليش انا استخدمت البابليك واحد عشان اشفر واستخدمت البابليك واحد عشان افكي التشفير. لا 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 ده كده الشغل بتاع السيمتريك. وهناك بنسميه حتى برايفت كي او شير دي كي. انما هنا في الاسيمتريك كل طرف من الطرفين هيكون عنده وكل طرف هيستخدم دول لما يجوا يتواصله مع بعض. طيب. الكيز اللي موجودة بيرد معمولين مع بعض. معمولين بطريقة بحيث تكون مستحيل ان انت تعرف تستنتج واحد من الثاني. يعني فعليا ده كده على بعضه. مسلا ده كده بيبقى رموز كده ده كده بنسميه اسيمتريك كي. او هنا بنسميه بالشكل العاملي فعلا بنسميه بابليك كي. البابليك كي ده بيكون انكلودد جوه جزء كده اسمه برايفت كي. فانت ما ينفعش يكون مسلا معك برايفت وتستنتج منه البابليك. ما ينفعش يكون معك بابليك وتستنتج منه البرايفت. هما الاتنين لازقين في بعض. اهو. يقولك ده معناه ايه? معناها ان الكي هولدر او اللي معه المفتاح يقدر يعمل ديستربيوت للبابليك كي بتاعه. بس هناك ما يعرفوش يطلعوا البرايفت كي بتاعك من البابليك اللي انت هتدخله. يعني انت لاتك البابليك بتاعي. فانت متقولش والله انا هحسب البرايفت بتاعك من البابليك اللي انت هتطولي. مش هتعرف. مستحيل. معمول لهم بطريقة مستحيل ان انت تعرف تستنتج واحد من التاني. معك برايفت مش هينفع تطلع البابليك بتاعهم من البرايفت. معك بابليك ما ينفعش تستنتج منه البرايفت بتاعهم. اوكي. هنا بيقول لي no one else can use the public key to decrypt the message only the linked private key. لو فيه message معمول لها انكريبت بالبابليك. ففقط اللي معه البرايفت هو اللي يعرفي في الكهر. والبرايفت ده من اسمه اصلا انت ما بتعطوهش لبعض. البرايفت ده بتاعي انا. انا اللي بعرف اعمله مع الاشخاص التانيين. اقول لك اتفضل خد البابليك بتاعي اهو. وحاتل البابليك بتاعك. انها ما ينفعش اقول لك خد البرايفت بتاعي. ما هو برايفت من اسمه واصلا يفضل برايفت. فنقدر نقول هنا احنا بنستخدم عشان نعمل بروف للايدنتيتي. اثبات الهوية. اوكي? ازاي? الهولدر اوش صاحب او الشخص اللي معه البرايفت كي. كانت بي امبرسونيتد باي انوان الس. هو بنتها البساطة. بقول يا جماعة. تفضلوا. دي الداتة اهيت. ومشفرة بالبابليك كي بتاعي احمد سلطان. مين اللي يعرف يقرأ الداتة? البرايفت كي بتاع احمد سلطان. فكون انه اي حد عرف يفك الداتة فده بيزبط لنا ان ده احمد سلطان. يعني داتة مشفرة بالمفتاح البابليك بتاع احمد سلطان. الوحيد في الكون اللي يعرف يفك الداتة دي هو البرايفت بتاع احمد سلطان. يعني احمد سلطان مش حيمشي يوزع الناس البرايفت بتاعهم. اوكي? طيب ده جميل كل الكلام ده في الاسيمتريك. عيب اسيمتريك ايه? انه هو بيانفولف كومبيوتينج اوبرهيد على الجهاز بتاعك. احنا عشان نعمل الكالكوليشن بتاع البابلك والبرايفت ونتشوفر ببابلك ونفك ببرايفت. انت كده محتاج سي بيو بروسسنج عالي. محتاج الجهاز بتاعك يكون مواصفاته عالية. عشان تعرف تعمل عمليات دي كلها في وقت قليل. فده دروباك الوحيد بتاع الاسيمتريك انه هو محتاج سبيسيفيك بروسس اه باور عشان تعرف تعمل بيه الكلام ده كله. طيب. خلينا نشوفي الكلام ده بشكل كده مثال. قولي بالزبط بتعمل ازاي? انا من شوية قلتلك احنا هيكون عندنا مفتاحي. صح كده? مفتاح. بيتبعثه للطرف التاني ومفتاح بيفضل معك. حلو. خلينا كده نمسكها من فوق. هنا بوب. في الاول قبل ما يتواصل مع الاس. هي فعليا الاس عندنا هي اللي هتشفر وتبعث لبوب. فالس دلوقتي لو شفرت بيستغرم مفتاح البابليك بتاعها. فبوب مش عارف يفك. صح? هذه هنا الاس. وهنا بوب. الاس عايزة تبعث حاجة انكريبتد لبوب. الاس لو عملت تشفير بالمفتاح بتاعها البابليك بتاعها. فكده بوب مش هيرف يفكها. ليه? عشان الحاجة دي اتمعمل لها تشفير بالبوب بتاع الاس. يعني لازم البرايفت بتاع الاس هو اللي يفكها. وطبعا مستحيل الاس تقول لك خد البرايفت بتاعي. طب نعمل ايه? في الاول كده. الاس قبل ما تبعث لبوب حاجة مشفرة. الاس قالت له بوب ما تجيب لي المفتاح بتاعك البابليك? انا وانا ببعت لك الداتا. هعمل انكريبت بالمفتاح البابليك بتاعك يا بوب. وانت يا بوب لما توصلك مني حاجة متشفرة بالمفتاح البابليك بتاعك انت هتعرف تعمل لها ايه? هتعرف تعمل لها الديكريبت باستخدام البرايفت بتاعك. شفت اللفة الحلوة دي. يبقى انا لو شفرت بالمفتاح بتاعي البابليك انت كديستينيشن مش هتعرف تفك الحاجة دي. عشان انا شفرتها بمفتاح البابليك. الوحيد اللي هيفكها هو مفتاحي التاني البرايفت. فهنا في الاول خطوة بيقول لك ايه? بوب هيعمل جينيريت لايه سيمتريك كاي بير. بوب هيكون عنده مفتاحين. هيحتفظ بالبرايفت كاي بتاعه. لكن هيعطي الاس البابليك اللي قالس. هنا المفتاح الاسود ده هو البرايفت. المفتاح الاصفر ده هو البابليك. فهنا بوب في الخطوة الاولى عمل عنده مفتاحين. هو بيعمل مفتاحين ازاي? عن طريق البرنامج اللي هو هيستغنمه في الارسال. هو اوتوماتيك بيعمل جينيريت. يعني حيرسل ايميل فالبرنامج اللي حيرسل بالايميل هو اللي عمل جينيريت. مثلا بوب هنا فاتح برنامج واتساب. فبرنامج واتساب اللي عند بوب هو اللي عمل جينيريت للمفتاحين. حلو. فبوب هيفضل محتفظ بالمفتاح الاسود بتاعه اللي هو البرايفت وحينشر المفتاح البابليك بتاعه. اهو. بقول هنا بوب بابلش البرايف بابليك كاي بتاعه. اند الاس كيبس اكوبي اوف ات. يعني هنا في نسخة من المفتاح البابليك بتاع بوب. الاس اخدته. طب هتستفد بي ايه الاس? الاس لما تيجي تعمل انكريبت لاي ميسج. هتستخدم في الانكريبشن المفتاح البابليك بتاع بوب اللي هو كان لسا معطولها بفوق من شوية. ففي الخطوة رقم تلاتة. الاس عملت الانكريبت بالبوب بابليك كاي. طلعت منه هنا الانكريبتت فايل. بعتت الانكريبتت فايل هنا في الخطوة رقم اربعة لبوب. الاس سند زا سيفر تيكست وبوب. طيب بوب لما يستلم الملف الانكريبتت باستخدام البابليك كاي بتاعه اللي كان عند الاس. بوب هنا هيعمل ايه في الخطوة رقم خمسة? هيعمل ديكريبت للصيفر تيكست باستخدام البرايفت بتاعه الاسود اللي ما فيش حد تاني يعرفه. لحد الخطوة رقم خمسة كده الاتصال انتهى بالفعل. يبقى تاني كده في الاول الاس سيمترك انكريبتشن بيتم ازاي? الديستيناشن هيبعط للصورس البابليك كاي بتاعه. الصورس هيستخدم البابليك كاي بتاع الديستيناشن اثناء التشفير. وحيرسل الحاجة مشفرة للديستيناشن. الديستيناشن عشان يفك التشفير بتاع الحاجة اللي جاته. هيستخدم البرايفت كاي بتاعه اللي ما فيش حد يعرفه غيره. طب بص بقى هنا. ازاي الاتاكر ممكن يشتغل? هنا مالوري اللي هي الاتاكر بتقولك لو مالوري كانت بتعمل سنيفنج للنيتورك وكنا شوف نحن الاسنفر قبل كده بيشتغل ازاي? سنيفنج للنيتورك يعني مالوري عارف تبص عالترافيك اللي بتنقل وعارف التحصل البابليك كاي اللي كان بتنقل من بوب لالس وكمان عارف التحصل الصيفر تيكست يعني هنا في الخطوة اللي فوق دي عارف تشوف المفتاح وفي الخطوة اللي تحت دي عارف تشوف الصيفر. فهنا مالوري حاولت باستخدام المفتاح البابليك اللي هي شافته تفك التشفير على الملف الانكريبتد اللي هي شافته مش هتعرف. ليه? عشان مالوري تعرف تفك التشفير اللي تشفل بالبابليك لازم مالوري كان يكون معاها البرايفت بتاع البابليك ده. فهنا الميزة في الاسيمتريك هنا شل العيوب بتاعت السيمتريك احنا في السيمتريك انكريبشن قلنا لو حد كان موجود معاك في النيتورك وعارف يعمل سنيفنج عارف يشوف المحادسة اللي بتتنقل ما بينكم والمفتاح اللي بتنقل فهو فعليا دلوقتي معاه كل حاجة معا المفتاح الشير دي اللي بابينكم ومعا السكر الداتا فساعاتها حيرفي في الكهر. انها في الحالة بتاعت الاسيمتريك رغم ان معايا مفتاح البابليك اللي تم ارساله من بوب ورغم ان معايا الداتا المشفرة لكن انا كمالوري مش عارفة اطلع الداتا الكلير عشان انا ناقصني هنا ايه ناقصني البرايفت كي عشان احنا قلنا من مميزات الاسيمتريك ان انت عندك الكي بير واحد بيشفر واحد بيفك التشفير ما ينفعش بالان انا شفرت به افك به نفس التشفير هنا ده بالزبط الوصف بتاع الصورة دي كل الخطوات هنا اهي فهنا نرجع عليها تانية سريعا بوب بيجنريت كي بير بيحتفظ بالبرايفت كي عنده وبعد كده الخطوة التانية بوب بينشر البابليك كي بتاعه بينشر البابليك كي لي مين لاي حد عايز يكلمه الاس كانت عايزة تكلم بوب بشكل امن فالس هنا قالت لبوب من فضلك انا هاخد المفتاح بتاعك ده احتفظ بيه عندي اهو الاس wants to send bob confidential message عشان كده الاس اخدت copy من المفتاح بتاع بوب احتفظت بيه عنده عشان في الخطوة رقم اربعة الاس حبت ترسل رسالة مشفرة لبوب فاستخدمت البوب بابليك كي وبعد ما استلمت البوب بابليك كي طلع عندها صيفر تيكست فقالس بعت الصيفر تيكست ده البوب طيب بوب بعد ما استلم الحاجة اللي مشفرة بالبوب الكي بتاعه بيعرف يعمل لها decrypt باستخدام his private key طيب الخطوة السابعة والتامنة لو احنا عندنا هنا اكتر او بالنسبة لنا هنا مالوري لو عارفت تعمل سنوبينج او عارفت تشوف يعني الاتاك عارفت تشوف المسج اللي اتبعتت وتشوف البابليك كي لكن هي فعليا مش عارفة تستهلم البابليك كي اللي هي سمعته عشان تعمل بيدي كريبت للمسج عشان كده عندك السيستم حيفضل امن وسكير طيب ايه هي بقى الاشكال بتاعة الاسيمتريك كي عندك الموست كومن اسيمتريك كي كان اسمه بابليك كي عندنا اشهر نوع وهو مفتاح اسمه ار اس اي بنسميه ار اس اي بابليك كي او ار اس اي الجوريزم فيه كمان عندنا حاجات تانية زي الاي سي سي لكن عندنا الار اس اي هو مور سيكيور على الار اس اي بيستهدم كي سايز اوف الفين تمانية واربين الار اس اي بيستهدم مفاتيح تشفير طولها كبير فزي ما اتفعنا قبل كده كل مكان طول الالجوريزم او طول المفتاح اطول كل مكان اصعب في الكريبتا اناليسس بعد كده المستقبل كل اللي كلمنا فيه المحاضرة النهارده يعتبر كان اول two types of cryptography المحاضرة الجاية ان شاء الله هتكون انهاء الكلام بتاع التشفير هنتكلم عن موضوع اسمه public infrastructure وهيكون عليه لا بين تطبيقين باذن الله